بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معدنا مع محاضرة جديدة من محاضرات قناة مستر طارق سعد ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن برنامج الاكسز وهنحاول النهاردة نشرح فكرة كيفية انشاء نموذج بسيط مبني على جدول مع امكانية وضع صورة الموظف وتغير الصورة بتغير بيانات الموظف طبعا الدرس ده او المحاضرة دي محتاجة طالب اعرف اكسز مش بشرح اكسز من الاول يعني محتاجة طالب تكون عنده خلفية على الاكسز وبالتالي لو انت لسه مبتدئ في برنامج اكسز وعايز تبدأ معه انصحك بمتابعة سلسلة تعلم اكسز من السفر الى الاحتراف في قوائم التشغيل الخاصة بالقناة بتاعتنا هنبدأ الاول الدرس بفتح برنامج اكسز الشرح هيكون على الاصدار 2013 اختار blank database هيطلب مني اسم الاتابيز وليكن اسمها تعانى نسميها شركة الهدى بنحطها فين؟ هنحطها مثلا في ال my document بنقول له اوكي بنقول له كريد اول حاجة في ال data base لو رجعت للمحاضرات اللي قبل كده بنقول ان احنا بننشئ اول حاجة جدوى الجديد من قايمة كريد وروح للجزء بتاعة table عارفين مكونات الاساسية القاعدة لبيانات table مكونات الاساسية القاعدة للموظفين اضع في بيانات الموظف كود الموظف وده هيكون كود الموظف number اسم الموظف هيكون tickets او short tickets بعد كده الراتب هنخلي الراتب number بعد كده هنتكلم على صورة الموظف هنخط فيها الصورة وهنحاول نخلي الصورة متكررة او متغيرة مع تغير بيانات الموظف هنخليها برضو short tickets تمام؟ ال primary code الموظف هحفظ الجدول باسم الموظفين وابدأ اروح لview عشان ادخل بيانات الموظف الموظف رقم واحد اسمه احمد او هنبدأ مثلا بمسميات رقم واحد او هنسميه مثلا هبة الراتب 1500 رقم اثنين احمد 1800 رقم 3 مثلا رشو 1200 رقم اربعة اية 1400 رقم خمسة انس 2000 وخمسة طيب نديل سورة الموظف انا سورة الموظف اعمل نوع البيانات ايه؟ short cut ده درسي النهاردة انا عملت short tickets او عملت نوع نص عشان هبدأ اديله مصاري الصور بمعنى انا وانا بعمل ال data base هكون محضر برا فولدر انا محضره الفولدر ده بكون حاطت فيه صور الموظفين ومرقمهم يعني امرقمهم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة حسب الترتيب اللي نعايز وحطهم في فولدر خد الفولدر ده اولا مسلا تكون عارف نوع الصور الصور دي من نوع bng لانا انا هكتب الاسم الصورة بالمصار تمام هاخد الفولدر ده زي ما هو كده copy نحطه في اي مكان في ال hard disk بتاعي واللي يكن مسلا تعال نحطه نبعد عن السي نحطه في الاي مسلا click mean و paste حطيت انا كده فين الفولدر بتاعي في الاي بعد ما حطته في الاي هروح رايح بقى للداتا بيس بتاعتي وعايز احط مصار اول صورة حطها ازاي لو انا في ويندوز ايت او ويندوز تن الطريقة سهلة خالص هاقف اروح للفولدر اللي انا حطيت فيه الصورة افتحه افتح اقف على اول صورة ومنهم اقول له copy pass copy pass يعني انسخ مصار الصورة copy pass طيب لو انا مش في ويندوز لو ويندوز سيفن مسلا مش لاقي copy pass دي تعالة على المصار بتاع الصورة طبعا توقف على ادوز click كده يعني انا فتحت الصورة هون تعالة على الصورة نفسها click mean وفي البروبرتز اعرف مكانها هي موجودة في الاي اكسز وهتضطر تكتب المصار بايدك لكن في ويندوز اي تو تن هشاور على الصورة ومنهم اقول له copy pass copy pass واروح للأكسز واقف هنا click mean واقول له paste بينزلي مصار الصورة كاملة بس هنشن منه double quotations دولت حط المصار من غير علامات التنصيص واخد نفس المصار ctrl c او copy واعمل له التاني موظف paste بس التاني موظف صورته صورته لو رحت للفولدر تاني اكسز تاني موظف احمد صورة رقم 5 واحد يهيبا لك الرقم 5 هو احمد تامي يبقى اروح كده للوان واخليها كام خمسة واعمل برضو paste النفس المصار ctrl v راشا هتكون ابقى اعرف صورتها ولتكون رقم 2 نارضو كوي paste ctrl v عندي اية هنبص على الفولدر طبعا بيكون اعرف كل موظف رقم مكام ويفضل ارتبهم بترتيب يعني كالصورة ترتب ارقام بترتيب البيانات في الاكسز هنقول اية رقم 4 مثلا وبردو انس ctrl v انس هبص على الصور واشوف هيكون مثلا انس عندي مثلا رقم 6 مثلا يبقى هنا هغير واحد وخليها 6 يبقى انا كده حطيت لكل موظف مصاري الصورة بتاعته في حقل نوع نص هحفظ الجدول وقفله الخطوة اللي بعد كده هبدأ انشئ نموذج من create وقول له form design form design يديني form فاضي خالص هبدأ من فوق من الادوات اختار الاداة الاسمه add existing fields عشان تظهر الجداول بتاعتي show all tables هديش جدول واحد الموظفين هدوس على الزائد اللي جنبه وابدأ اخد بياناته اخد الموظف double click اسم الموظف الراتب صورة الموظف اه ادي البيانات بتاعته انا لو خدت البيانات كده وحطيتها وعملت view art هيديني البيانات بس مش هيديني الصورة هيديني المصار بس طيب انا عايز اخد بقى اظهر المصار اعملي صورة الموظف دي بعد ما حطتها تعالوا كده انا عملها delete مش عايزها control z صورة الموظف بس اللي هعملها delete ونزل من قيمة design في تصميم النموذج control اللي اسمه image control اسمه image اهو وارسمه في المكان اللي عايز يصار فيه صورة الموظف ال control ده اول ما يظهر يقول لي فين الصورة اقول له cancel الصورة مش موجودة عندك هنا الصورة دي هربطها بجدول وانا واقف هنا هتظهر فوق من الخصائص ال property sheet او خصائص الكائن او ال control اللي انا ويفعل يعني انا واقف الوقت على image فوق دي خصائص لو دوست على property sheet هيظهر لي خصائص ال image اول خاصية اسمها control source هقف عليها واختار فيها مين صورة الموظف يبقى انا ربط ال control اللي اسمه image بحق لاسمه صورة الموظف في جدول الموظفي تعالى بقى نعمل view هتبدأ تظهر صورة اول موظف ابدأ روح للموظف تاني تبدأ تظهر صورته التالت الرابع وهكذا تبدأ تظهر بيانات الموظفين حسب البيان اللي عندي وبكده نكون شرحنا كيفية انشاء نموذج مع ربط صورة متغيرة لبيانات الموظف وشكرا وإلى اللقاء في محاضرة قادمة ان شاء الله